وتعالوا نشوف أول سؤال وصلنا بيقول إيه؟ من أي عمر يبدأ الأبناء الصبيان يعني؟ العمل أثناء الأجازات الصيفية؟ وكيف نتعامل مع استخدام الأبناء للموبايلات عدة ساعات؟ أول حاجة لابد أن نحن نقول أن هذا ليس عمل للأطفال لأن العمل بالأطفال ممنوع إلا في أطر محددة لكن اللي احنا بنقوله ده هو تدريب للأطفال على مهارات الحياة العملية يبقى أنا بعمل إيه؟ أنا بضرب ابني على مهارات الحياة مهارات الحياة العملية اللي هو محتاج أنه يكتسبها زي مهارة مثلاً مهارة العمل في فريق يعمل مع ناس مهارة أنه هو ببساطة يستطيع أنه ينفذ المطلوب مهارة أنه يشترك مع الآخرين لأداء مهمة مهارة أنه يفكر بصورة مبدعة في اللي حواليه مهارات كتيرة جداً جداً بيكتسبها الطفل لما بينزل إلى الحياة العملية فإحنا كده مش قصدين عمالة الأطفال يعني احنا مش بنتكلم عن عمالة الأطفال ولكن بنتكلم على إيه؟ على تدريب الأطفال مبكراً على سوق العمل ده شيء مهم جداً 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 إن احنا ندرب يبقى لأولادهم ورحين عارفين إنهم بيتدربوا وعايزين يكتسبوا مهارات الحياة العملية من خلال العمل ده يبتدي من إمتى؟ يبتدي لما ابنك يكون فيه ثلاث صفات أو ابنك يكون فيه ثلاث صفات صفة الأولانية هي صفة عنده قدرة إن هو يتعامل مع الناس بغير مردود سيء على نفسه على نفسه يعني فيه واحد لما يجي يتعامل مع الناس يخاف ويتفزع فده ممكن يسبب له أمراض نفسية فإذا كان ابننا قادر يتعامل مع الناس يعني إيه؟ بيقدر يتكلم ويبقى فيه حوار لا ابننا ما بيعرفش الكلم خالص ده احنا موديينه عشان يستقر لا هو ابننا لو عنده اضطراب نعالج الاضطراب ده وبعدين نبقى ندربه متروحش اضطراب واحد عنده اضطراب طيب يبقى أول حاجة يكون قادر على الوجود يكون قادر نفسيا على الوجود في بيئة العمل عشان ما يحسش ان بيئة العمل دي بيئة زل ومهانة لا 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 هو يحس ان بيئة العمل دي تجربة جديدة مهمة في حياته حاجة تانية ان هو يكون واعي هو يعمل ايه يعني انا دلوقتي بيوديه عشان يعمل ويتدرب على مهارات الحياة فهو مش واعي فيحس ان فيه حاجات غريبة حواليه لا هو عارف يبقى احنا لازم نقوم بتوعيته هو ايه التجربة اللي هيخدها طبعا الأباء والأمهات بيحبوا فكرة المفاجأة انا ما بحبش ده مع الاطفال انا بحب الامور تكون واضحة مع الاطفال هو رايح انا اقول له انت رايح تخوض تجربة عشان تتعود على مهارات الحياة الكلام اللي انا ماقوله ده تبقى الاطفال بيفهموه دلوقتي ما ينفعش ان انا ايه اقول له لا انت هتروح بس تقعد عندي عمه شوي ما ينفعش انا هتكلم معه ووعي هو مقبل على ايه الحياة التانية الحياة التالتة شرط التالت بقى ان لازم ده يكون في بيئة مناسبة ان الطفل ده يتضرب فيها لو البيئة ومش مناسبة ان الطفل يتضرب فيها بلا فعشان كده لازم نعمل الكلام ده بهذا الشكل لو ما حصلش الشكل ده لا البيئة دي غير مناسبة وما ينفعش ان الابن يتضرب في المكان ده السؤال التاني بقى نعمل ايه مع اولادنا ان احنا بيعملوا بيستخدموا مبيلات في اوقات طويلة احنا لازم نعمل حاجة لطيفة لازم نعمل جلسات فيها ابهاج للاولاد انت تتكلمي على الاطفال فانا بنتكلم على الاطفال اطفال لو لقوا اشياء مبهجة هيعملوها بشكل واضح وعشان كده الاشياء المبهجة دي هي اللي ممكن تجذب الاولاد فبتسأليني نحدد وقت محدد الاولاد يستعملوا فيها المبيل ومش ممكن تكون زيادة عن ساعة متفرقة على اليوم كله يعني بنقسمها على اليوم كله ومتكونش ساعة مرة واحدة ولكن ساعة على اليوم كله وثاني حاجة جلستنا مع بعض لازم تكون مبهجة ولازم يكون فيها اشياء مبتكرة ده اللي هيخلي اولادنا يقللوا من استعمالهم للموبايل ويبقوا في عودة مرة ثانية للانتماء والمحبة والمواد ده في البيت يا رب اكرمنا واجعل هذا في كل بيوتنا جعل بيوتنا من لايئة بالرحمة والبركة